تعالوا النهاردة نعمل بقى الصدق كده على طريقة العربيات والمحلات تعموا ريحة خطيرة جدا الريحة بقى بتاعته اللي بتجيبنا من اخر الشارع وعايزين نعرف سر التدبيلة بتاعته طريقة سهلة جدا وهتعمليه بسوس خطير قوي كده جميل زي ما انت شايفة كده تابع معي الفيديو وتعالي اقول لك على اسراره كلها كل اللي عليك هتجيبي معلقة صغيرة من الزيت وفصين توم مفرومين ما تقطريش بقى عن كده الزيت عشان الصدق اصلا طبيعي بينزل فيه زيوت كتير كده ودهون فبتنزل معيك ما تقطريش الزيت هنشوح بقى فصين التوم كده زي ما انت شايفة يدوب بس نشم ريح التوم وبعد كده هتنزلي بقى بكمية الصدق بتاعتك عايزة تقطعيه مكعبات عايزة تسيبيه سليم زي ما انا عملت كده كده تمام قوي هنقلب بقى صدق لحد ما يتشوح معايا من الناحيتين ياخد لون كده كإني ان انا شوية كده هنزل بقى عليه الفلفل بتاعي عايزة بارد براحتك وهتنزلي بطماطميتين مكعبات وعايزة اقول لك لو عايزة تضيف هنا فلفل الوان هيبقى برضو خطير جدا في الواصفة هتحتي بقى البهارات بتاعتك سبع بهارات بهارات لحمة بهارات صدق هنحط ملح فلفل اكتر من كده مش عايزين هندوب بقى كده كله مع بعض ونقلبه كويس قوي لحد ما حس ان خلاص الطماطم ابتدت تدوم معايا هنزل كمان بمعلقة صلصة صغيرة جدا عشان دي بقى سر اللون الاحمل القطير الجامق ده اللي احنا بنشوفه ده هنبتدي بقى نسيبهم مع بعض كده لحد ما الكل الخضار يتبل مع بعضه ويدبل تماما ويختفي ملامه خالص هتحس ان الطماطم استبكت والصدق خلاص بتده يخش في مراحلة التسوية عايز اقول لك بقى شوية الصدق دول مع الماكارونة او شوية رز بجد قطير خطير جدا كفيف جدا وكمان سهل وحلوة قوي وتغيير بقى عن كل يوم فراغ ولحمة وحيرة الاكل هتجيبيه تعمليه مفيش عشر دايي كده قبل الفطور هتقوم تعمليه لانه بجد سهل وسريع جدا شوية السوس دول بقى مع الرزة او مكارونة بجده خطير قوي اما شوية بطاطس محمرين وكده عملتي وجبة متكملة خطيرة قوي هترش بقى اخر تطشاية دي ودي اختياري رشة من البقدونس انا بحب البقدونس معاه جدا جميل قوي وتعمه بيديله لون حلو قوي وتعم حلو جدا هتجيبي بقى سندوتشات بتاعتك وتبتدي بقى لعيش البلد الطازة مع شوية من البقدونس كده وتحط صوابع صدق وقتهم بقى بجد فيش احلى من كده متأكدة انك بعد الفيديو ده هتقوم تجربي ولو عجبتك وصفتي ما تنسينيش في لايك وشير